موسيقى طابة أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشكي الصحافة من عدن الغد اختطاف مخرج تلفزيوني منذ شهر يسلط الضوء على فوضى الاعتقالات بعدا ومن الشرق الأوسط القاعدة فقدت أكثر من نصف مناطق سيطرتها جنوب اليمن ومن الديل تليغراف مسؤول بريطاني كرة القدم تخفي التهديد الروسي ومن الحياة لاعب برازيلي يصف لحظة خروج منتخب بلاده بأسوأ لحظة في حياته موسيقى أهلا بكم توجه بداية الأسبوع الماضي أكثر من 450 ألف طالب وطالبة في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة على مراكز الامتحانات لنيل الشهادتين الأساسية والثانوية ويعنون الموقع بوست بتشجيع الحوثيين ظاهرة الغش تشارك الحرب في تدمير التعليم والواتساب وسيلة مفضلة ويقول الموقع أن العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين شهدت انهيارا كبيرا بعد نزوح وتشرد آلاف المعلمين من مدارسهم حينما أوقفت سلطات الحوثيين مستحقاتهم المالية قبل حوالي عامين ما أثار تأثيرا مباشرا على مستوى التحصيل العلم لدى تلاميذهم ويقول تقرير الموقع بوست لم تعد ظاهرة الغش في المراكز الخاصة بطلاب بعد مجيل الحوثيين تحيطها السرية والكتمان والخوف من اللجان التي كانت تبعثها وزارة التعليم وزارة التربية والتعليم كما كانت منذ قبل بل أصبحت تجري بشكل منظم وبحماية أمنية ومنذ اشتاح الحوثي العاصمة اليمنية صنعاء شهدت العملية التعليمية انهيارا كبيرا وأصبح تلاميذ المدارس ضائعين وسط التسرب والتشرد وجبهات القتال وفي ظاهرة غير مسبوقة يستخدم طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية تطبيق الواتساب للغش في الامتحانات ولم يكتفي طلاب من الغش بالوسائل التقليدية أحد الطلاب قال للموقع أنه كل يوم يذهب إلى المركز الامتحاني وهو لا يعرف سوى اسم المادة التي سيختبرها فقط وأن معظم المواد لم يدرس منها سوى القليل بسبب غياب المدرسين وعدم توفر المناهج الدراسية ما زال هناك فرص كثيرة أمام الشرعية لرد الاعتبار لعدن قبل فوات الأوان يقول عبدان دهيس في مقاله المشور في صحيفة الأيام المدينة التاريخية العريقة ما إن تخرج من أزمة ومأساة حتى ينتظر أهلها الثانية وهكذا من حال غير مستقر إلى حال مضطرب وأسوأ وأشد فتكا وقتاما فإلى من نشك الأمر لم تعاني هذه المدينة وأهلها على مدى عقود مثل ما تعانيه في الوقت الراهن من أزمة حادة وخانقة في الخدمات وبالذات في مجال الكهرباء والمياه والنظافة وضعف الأمن وانتشار الجريمة والمخدرات والقتل والسريقة والاختطافات وصل بعضها إلى حدود الجريمة المنظمة وهنا مكمن الخطورة الذي يقود إلى المجهول وسبق أن عصفت مثل هذه الآفات الخطيرة بدول ومدن عريقة فكان مصيرها السقوط والانهيار ولم تتعاف حتى اليوم فهل نتعذ قبل أن ينفجر الشعب ويهب الشارع إلى طريق لا له أول ولا آخر للمطالبة بالإصلاحات الجادة والتغييرات الجذرية وتحسين الخدمات خاصة مشكلة الكهرباء والماء والنظافة والخدمات الصحية الحكومية لربما يقبل المواطن بتأخير صرف المعاشات لوقت ولأسباب لكنه لن يقبل أن يهلك ويموت بسبب عدام خدمة الكهرباء والماء ورداءة التطبيب الحكومي ونحن الآن في الألفية الثالثة ومضى على استقلال هذه البلاد أي الجنوب ما يقرب من ستين عاما ونحن ما زلنا نبحث عن الأمن والأمان والاستقرار اللائق وتوفير الخدمات الضرورية للعيش والحياة كفاد مآسي وحروبا وشتات وفقرا وجوعا ومرض وكفا عدن وأهلها متاعب وحسرات فلم يعد بمقدور هذه المدينة أن تتحمل من المثاقيل ما لا تقدر على حملها الجبال مهما كانت صلابة وقوة أحجارها قال مدير الطرق والأشغال العامة وليد الصراري إن مشاريع إعادة الإعمار في العاصمة الموقعة عدن توقفت منذ شهر رمضان الفائد أوضح الصراري لصحيفة الأيام أن توقف عمليات الإعمار جاء نتيجة لعدم استلام بعض المهندسين مخصصاتهم المالية من البنك وجاء عنوان صحيفة الأيام مسؤولا يقول المهندسون يقفون مشاريع إعمار عدن وأوضح الصراري للأيام أن الإدارة تعمل حاليا على معالجة صرف المستحقات وما أن يتم استكمال المهندسين إجراءاتهم وتسليمهم مخصصاتهم سيتم مواصلة برنامج الإعمار وتتابع الأيام مواطنون مستفيدون من عمليات إعادة إعمار ما خلفته حرب الميليشيا على عدن شكوا من توقف تلك الأعمال منذ فترة إلى موقع عدن الغدوى الذي عنوان في صفحته الرئيسية اختطاف مخرج تلفزيوني منذ شهر يسلط الضوء على فوضى الاعتقالات بعدن وقال الموقع أن واقعة اختطاف مخرج تلفزيوني بعدن سلطت الضوء على فوضى الاعتقالات العشوائية التي تعيشها مدينة عدن منذ ثلاث سنوات ويفيد عدن الغد اختطف المخرج صبري عبد الباري من أمام منزله بشهر رمضان الماضي ولم يعد حتى اليوم قالت أسرته أن مسلحين يرتدون بالذات أمنية داهموا المنزل في ساعة متأخرة بشهر رمضان واختطفوا عائلها لاحقا ويتابع الموقع تسود في عدن حالة من الفوضى الأمنية والاعتقالات العشوائية ويتم الإفراج عن معتقلين بعد عام كامل من الاعتقال دون توجيه أي توهم لهم هزم المنتخب الياباني وخرج من كأس العالم بهدف سجل في مرمى في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي وفي هذا درس قاس لفريق يمثل بلدا لم يعتد هدر الوقت أو إضاعة الفرص ولا ريب أن اليابان التي أحالت هزيمتها في الحرب العالمية الثانية إلى معجزة اقتصادية وتكنولوجية لن تمرر الهزيمة الكروية من دون الاستفادة منها في بناء فريق أكثر تألقا في كأس العالم عام 2022 هذا مقتطف من مقال للفلسطيني نواف التميمي مضيفا في العرب الجديد لم يغضب منتخب اليابان بعد خسارة لا يستحقها أمام منتخب بلجيكا قضت على أحلامه بالوصول إلى دور الثمانية لكأس العالم تقبل فريق الساموراي الهزيمة بصدر رحب وعادوا إلى غرف تبديل الملابس المخصصة لهم واضبوها ونظفوها تماما وتركوا رسالة شكر لروسيا تعبيرا عن امتنانهم للدولة المضيفة وعبر عن السلوك نفسه جمهور اليابان الحاضر في الملعب لم ينتقم الجمهور المهزوم من مقاعد الملعب ومرافقه ولم يعتدوا على جمهور بلجيكا المنتش بانتصار فريقه لم تنل مرارة الهزيمة من حلاوة روح جمهور اليابان وأخلاقه الراسخة إذ انصرف المشجعون اليابانيون إلى تنظيف مدرجات الملعب من القمامة يغسلونها بدموع ذرفوها على حظ عاثر باغتهم بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع وعلى الرغم من الهزيمة القاسية لم يغضب الجمهور الياباني من لاعبي فريقهم لم يقطعوا طريق حافلتهم ولم يقذفوهم بالزجاجات ففي الثقافة اليابانية لا تولد الهزيمة يتيمة كما لا يولد النصر من ألف أب الكل يتحمل مسؤولية الهزيمة كما يتشاطر الكل ثمارات النصر ما قام به لاعب منتخب اليابان وجمهورهم بعد هزيمة مؤلمة لم يأتي تنفيذا لتعليمات صارمة صادرة عن وزارة سيادية أو جهات أمنية أو تنفيذا لبرنامج حملة شركة علاقات عامة رأت في ذلك فرصة لتلميع صورة البلد أو غسيل سمعتها بل هو سلوك تلقائي أصيل يترجم حقيقة روح المجتمع والفرد اليابانيين حيث تسمو قيم الحياة والعمل والمثابرة والصبر على عثرات الزمن سواء كانت خسارة في مباراة كرة قدم أو هزيمة ساحقة في حرب مارب بريس تابع أحد الموضوعات المالية وعنوان استبدال العملة التالفة بطبعات جديدة وينقل الموقع عن مصدر حكومي قوله كميات من العملة المحلية فئة 250 ريال ومئة ريال وخمسين ريال ستصل عدن خلال الأيام القادمة وقال المصدر الذي يعمل في البنك المركز اليمني إن سفينة محملة بأكثر من 30 مليار من هذه العملاء في طريقها إلى عدن أوضح المصدر أنه سيتم استبدال كافة الأوراق النقدية الحالية بالتالفة بالعملة الجديدة المطبوعة ويفيد الموقع تشرت العملة تالفة من هذه الفئات بشكل كبير لا سيما بعد نهب الانقلابين للاحتياط النخدي والتوقف عن طباعة عملة جديدة منذ انقلاب سبتمبر عام 2014 بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته والصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة ابقوا معنا أهلا بكم من جديد إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي أوردت تقريرا كتبه صحفي في الواشنطن بوست عن تنظيم القاعدة في أبيان وعنونة الصحيفة القاعدة فقدت أكثر من نصف مناطق سيطرتها جنوب اليمن ويقول التقرير الذي نشرته الصحيفة فقد التنظيم ما يقرب من نصف أراضي اليمن التي كانت خاضعة لسيطرتها أواخر عام 2015 على نحو ما أفاد به الكثير من المحللين الأمنيين في البلاد ويستدرك التقرير الذي كتبه سوارسان راقافان غير أن تنظيم لا يزال حيا ونشطا في أجزاء من سبع محافظات يمنية على الأقل تقدر على أقل تقدير ومن بينها محافظة شبوى وأبيان وحضر موت وفقا للمقاتلين المناخضين لوجود القاعدة في البلاد ويعملون أحيانا في أماكن أخرى من جنوب البلاد ويضيف التقرير خلال العام الأول من ولاية الرئيس الأمريكي جونالد ترامب نفذت الولايات المتحدة المزيدة من الغارات الجوية ضد عناصر تنظيم القاعدة المتطرفين في اليمن بأكثر مما كان عليه الأمر في السنوات السابقة على مدى ما يقرب من عشرة أعوام ظلت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتبر فرع تنظيم القاعدة في اليمن والمعروف إعلاميا بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أخطر فروع التنظيم الإرهابي قاطبة وفي عام 2009 حاول الفرع اليمني للتنظيم تفجير طائرة ركاب متجهة إلى مدينة ديترو ويت الأمريكية وإرسال الطرود المتفجرة عبر طائرات الشحن المدنية إلى مدينة الشيكاهو في العام التالي كما ينسب إلى التنظيم الإرهابي أيضاً الهجوم الذي وقع عام 2015 على مكتب صحيفة شارلي بيدو الفرنسية الساخرة في العاصمة باريس وهو الهجوم الذي أسفر عن مصرع 11 شخصاً حين ذاك كل شيء يهدد اليمنين وتقول العرب الجديد الأسلاك الكهربائية تهدد اليمنين وقالت الصحيفة تمثل أسلاك الكهرباء المكشوفة في الأحياء والشوارع اليمنية والتي تمر بالقرب من نوافذ المنازل وأسطحها خطراً على اليمنين وكابوساً يؤرقهم لا سيما بعد أو مع موسم هطول الأمطار في محافظات عدة وبمجرد الدخول إلى الأحياء الشعبية في الحديدة وصنعاء وحضر موت وعدن وغيرها من المحافظات من الممكن ملاحظة شبكات معقدة من الأسلاك والكبلات الكهربائية المتداخلة مع بعضها البعض فتأتي نسبة كبيرة منها مكشوفة وقد تعرضت للقطع أو احترقت ويعز المهندس في مؤسسة الكهرباء في صنعاء عبدالعليم الشميري مسؤولية تضرر شبكات الكهرباء إلى الحرب الدائرة في اليمن منذ سنوات ويقول للعرب الجديد أن الحرب التي تشهدها البلاد تسببت بتدمير الشبكات الكهربائية في مختلف المدن اليمنية وتعرضت خطوط نقل الطاقة إلى أضرار كبيرة مضيفا أن مواطنين كثيرين كانوا يعبثون بشبكات الكهرباء في السابق لتحايل على العددات لكنهم اليوم يفعلون ذلك بهدف بيعها كنحاس في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط يقدم الكاتب الكويتي المعروف محمد الرميحي عددا من النصايح إلى اليمنيين ويقول الرميحي الانقسام اليمني اليوم مغلق فبعض النخب اليمنية أقصد الحاصلة على تعليم معقول والمتمكنة من فهم ما يجري تنتقد الشرعية لكنها في الوقت نفسه تفتقد بسبب كل ذلك التراكم الأيديولوجي ما يمكن أن يعرف بفكه الأولويات ومن الواضح أن كثيرا منها لديها ملاحظات على ممارسة وربما سياسة الحكومة الشرعية وذلك طبيعي إلا أن البعد عن دعم الشرعية في هذه المرحلة يصب في صالح الحوثي الذي يحمل مشروعا تابعا ونكوصيا وفي الوقت نفسه يحمل كل ما يكرهه اليمني العقلاني من عناصر وقد يقذف باليمن كله إن تمكن إلى مكان ما قبل عصر حميد الدين من هنا تأتي دعوة هذه الشريحة النخبوية لأن يتمسكوا بالشرعية لأنها عتبة نحو يمن حديث في المستقبل لكن نقد نخبة المترددين في اليمن ليس كافيا لإكمال الصورة فهناك أيضا جهد حقيقي يجب أن تبذله الشرعية من الآن لرسم صورة اليمن المرجوي في المستقبل مشروع الدولة الجديدة التي هي تعددية ويتساوى فيها المواطنون وتوزع فيها القوة السياسية والاقتصادية بين المناطق والمجموعات وتضع اليمن على باب الحداثة أي دولة وطنية مدنية وحديثة يحتاج إلى جهد فكري وسياسي توقيته اليوم للأمس ويجب أن لا يؤجل إلى الغد هذا المشروع يوضع أمام اليمنيين كنقيض واقعي لمشروع الحوثي الذي هو بطبيعته نكوسي ينزع إلى الخلف أكثر مما ينظر إلى الأمام وفي الوقت نفسه هو إلحاق بمشروع يتهاوى كورق الخريف في مكانه الأصلي أقصد مشروع ولاية الفقه الذي لم يعد مقنعا على الإطلاق للنخب الإيرانية التي أيدته في البداية أي محب لليمن في الداخل والخارج يجب أن يعمل لتكون هذه الحرب المشتعلة هي آخر الحروب وأن لا تترك ذيورا لها في إطار حلول وسطى تؤسس لصراع أو صراعات جديدة وسط انشغال الصحف البريطانية بحمى بطولة كاس العالم لكرة القدم في روسيا والتوقعات والتحليلات بشأن نتائج المباريات تنفرد صحيفة ديلي تيليغراف بنشر مقابلة مع مسؤول أمني بارز على صفحتها الأولى تحت عنوان كرة القدم تخفي التهديد الروسي ويحذر وزير الدولة لشؤون الأمن في بريطانيا بن والاس في مقابلة خاصة مع الصحيفة من أن نجاح منتخب كرة القدم البريطاني في بطولة كاس العالم يجب أن لا يخفي حقيقة أن روسيا ضالعة في فعل جريمة وتجسس في بريطانيا ويأتي تحذير والاس لعشاق كرة القدم البريطانية بأن لا ينسوا التهديد الذي تمثله موسكو لبلادهم في وقت يستعد منتخبها لمواجهة السويد في مباراة حاسمة في دور الثمانية في البطولة المقامة في روسيا وتنقل الصحيفة عن والاس قوله إنها مسابقة كرة قدم أنا لا أضاهي بين مسابقة رياضية وسياسة خارجية لبلد وقيمة لكن ما زلنا نتعامل مع اعتداء على ناس وشركات غربية وجرائم إلكترونية سايبرية وتجسس إلكتروني في كل يوم وأضاف ما زالت روسيا تتربع في القرم وما زلنا نتعامل مع تبعات محاولة جريمة قتل في بريطانيا في الشأن الرياضي تنقل صحيفة الحياة اللندنية ما كتبه واحد من أهم نجوم كرة القدم وعنوانات الصحيفة نيمار يقول أسوأ لحظة في حياته بحزن كبير تحدث لاعب المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار بعد وداعي منتخب بلاده من الدور الربع النهائي لنهايات كاس العالم في روسيا على يد بلجيكا أول أمس وكتب نيمار أستطيع أن أقول إنها أسوأ لحظة في مسيرتي والألم شديد لأننا كنا نعرف أنه كان يمكننا أن نذهب بعيدا ونعلم أننا حصلنا على فرصة للذهاب بعيدا لصناعة التاريخ ولكن لم يكن ذلك ليحصل في هذه المرة وتقول الصحيفة تخلفت البرازيل بهدفين نظيفين في الشوط الأول من مواجهتها بلجيكا لكنها فشلت في تفادي الخسارة في الشوط الثاني على رغم تقليصها الفارق عبر البديل ريناتو أوكسوتو وجاء إقصاء البرازيل من المونديال الروسي بعد أربعة عوام على الخروج الكارثي من نسخة 2014 على أرضها حين تعرضت لخسارة مذلة أمام ألمانيا واحد مقابل سبعة في دور الأربعة وغاب نيمار عن الخسارة المذلة بسبب إصابة في ظهره تعرض لها في الدور ربع النهائي أمام كولومبيا وأشارت الصحيفة جاء نيمار إلى روسيا بعد عودته للتو إلى الملاعب إثرات عفيه من عملية جراحية في مشط قدمه اليمنى بسبب تعرضه لكسر في الخامس والعشرين من فبراير الماضي مع فريقه باريس سان جرمان في مباراة ضد ميرسيليا في الدور الفرنسي أجمل صور كما نشرتها الصحيفة الديلي تيليغراف نستعرضها في جولتنا المصورة نتابع 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 موسيقى بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى